مهنة 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 الزراعة معنا النهاردة بيشرفنا في اليستوديو الأستاذ الدكتور خالد عياد أستاذ المكافحة البيولوجية بمركز البحوث الزراعية أهلا بحضرتك نقول بقى الجيل الأصغر شوية الأصغر سنة معنا الدكتور محمد أحمد عبدالهادي أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة عن شمس أهلا بيك دايما طبعا ضيوفي بيؤكدوا أن هم بيلاقوا من الجيل الأكبر كل مساعدة وكل تواصل دايما السؤال اللي ببدأ بيه خصوصا لما يكونوا صديفة أبناء مهنة واحدة وده اللي بيحصل غالبا في برنامجنا العلاقة علاقة فيها كنافس يصل أحيانا للصراع ولا هي علاقة بالعكس نقل خبرة ومساعدة والجيل اللي أكبر بيحاول هو يوصل خبرته ومعلوماته في المهنة أبدأ بحضرتك الدكتور خالد لا دا ولا دا بص حضرتك العلم أو الساينس عموما ما فوش كبير أو صغير ولكن لما يجي لي حد مثلا صغير في السن وعايز حاجة أنا أساس فيها أو أنا بروفيشنال أو فيها أو بقالي باع فيها فبديله خبرتي يعني ما بخلش عليه إنما لو اشتغل معايا بجزئية العلم هو علم الاختلاف يعني مثلا لو كان تلميزي بيشتغل في نفس النقطة اللي أنا بيشتغل فيها مش تخصص مختلف بقى بعايزه يختلف معايا إنما لو ما اختلفش معايا بقاش علم يعني يجي يقول لي مثلا دكتور أنت كنت قيل كذا 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 وأنا شايف إن كذا 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 دا مش صح لأنك إنت مثلا عملت الموضوع دي تحت ظروف الفلانية اللي فلانية إنما نرمغياتنا كذا 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 أنا استفدت وهو كمان استفدت مش بتاخدها بحساسية؟ أو نجي تلميزك بيعدل عليك؟ أصلاحنا يعني إحنا مش تكنيشن أنا مش ميكانيكي أو سباك لو ميكانيكي أو سباك أقول له لا دا أنا خبرة إنما العلم لازم نختلف لو ما فيش اختلاف ما بقاش علم حتى إحنا في الرسالة بتاعتنا يقول لك أجريوز فلان الفلاني أو دي زاجريوز فلان الفلاني أنا موافقه في النقطة دي أو أنا مختلف معاه يعني ما فيش رأي يقاطع إن دي صح ودي غلط ما فيش علم في الدنيا لرأي يقاطع النهاردة في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني تحت الظروف الفلانية أنا طلعت النتيجة الفلانية ممكن بعد ساعة دكتور محمد يشتغل على نفس حاجة وطلع حاجة مختلفة أنا صح وهو صح دكتور خالد مش كل الناس كده على فكرة ده لازم يفهم بالجملة اللي حضرت بتقولها والرأي ده أنت بتثبت إنك فعلا يعني من العلماء ربنا يا خالد لأن فعلا هي المسألة لازم تؤخذ من وجهة النظر دي ويكون فيها المرونة والتقبل وتقبل للرأي الآخر كده أنا عايز أسمع رأيي بقى الجيل الأكثر شبابا أنت لقيت مساعدة بصراحة أنا على فكرة مش بقص الدكتور خالد يعني أنت في وجوده ممكن طبعا أكيد هتؤكد إنك لقيت كل مساعدة بس أنا بقول من خلال نظرتك العامة جيل الشباب بيلاقي مساعدة من الجيل الأكبر منه وبيقدر يأخذ منهم الفرصة والمعلومات هو أنا قدرش نقول تعميم يعني ما نقدرش نعمم ونقول إن الجيل الكبير يعني بيساعد أو إن الجيل الكبير ما بيساعدش الجيل الصغير لكن لو جينا أخذنا حالات مثلا مختلفة هنلاقي فيه ناس من الأجيال الكبيرة بتبقى أحد دلائل نجاحة إنه هو يكون عنده مدرسة علمية ممتدة وده أحد النجاحات اللي المفروض الأستاذ الجامع يكون حريص عليه لأنه هو يعني ربنا يدينا يوصل علم يوصل علم ويبقى فيه ناس هو قدر يأثر فيهم قدر لهم العلم ده لأنهما بالضبط لو أنا أستاذ كبير قدر يعلم شاب من الشباب هو بالضبط كده زي ما يكون قاله في كتاب لأنه أنا قاله العلم اللي هو كان حصل عليه وبالتالي تلميزه المفروض هيكمل مع اللي بعده وهكذا فالشاب أو الباحث لو الأستاذ الكبير وقف جنبه فده هيكون امتداد للأستاذ الكبير وطبعا هو بعد كده هيكمل مع الأصغر منه يعني ما ده نجاحه وبيقاص بأنه قدر يعمل جيل من الشباب ووصلوا علمه لدرجة مدرسة العلمية ده أكيد مدرسة العلمية أكيد عايزة أنتقل على طول معلش نقلة مباشرة بس لأننا عندي أسئلة كتيرة جدا موضوع حلقتنا يهم الناس كتيرة أو أنها تعرف الزراعة الزراعة في مصر وإيه الموضوع وإيه المشاكل وليحنا حسين أن الزراعة ما بقيتش لها والفلاح والمزارع ما بقيتش لها نفس المكانة اللي كانت مع أن الزراعة زي ما قلت في البداية ودي مش مبالغة دي أولا ليها تأثير مباشرة على الاقتصاد على الاكتفاء الزاتي على الأمن الغذائي وفعلا مش بنبلغ لما نقوله هي بتشكل الحضارة المصرية فإيه الموضوع إيه المشاكل اللي بيواجهها الفلاح والمزارع والزراعة المصرية في نقول في العشرين سنة الأخيرة والله هي ابتدت من شعشرين سنة الأخيرة هي ابتدت بقى لستين سنة تظاهر الزراعة كان سببه المزارع نفسه كان سببه تخبط في السياسات ابتدت بعد صورة يوليو وتفتت الحيازات الزراعية من حيازات كبيرة كانت عملت اقتصاد كبير جدا لحيازات صغيرة فابتدها ما بقاش في اقتصاد يعني مثلا عندك مزارع عنده مثلا الفين فدان سيبك من سلبيات ده من مستوى الفلاح والن الوسية والكلام انما هم بيكلم على اقتصاد دولة على اقتصاد دولة ده المهم لما يكون دولة قوية لها اقتصاد قوي غير لما يكون عندك افراد عايشين تفتت الحيازات الزراعية جعلت ايامنا ديات حصل فيه تصحر لما واحد مثلا عنده خات خمس فددين مع التوريس مع ده مع ده تقلب اراط اراطين اتباعوا حصل فيه تصحر اتبنى اتبنى على الاراضي الزراعية قطة الخرصانية لانها دخلت على المدن فنسبة الزراعة في الدل تقلق يعني احنا كان عندنا 15 مليون فدان قبل صورة يولا 15 مليون فدان دولة اتقلبوا تقريبا 3 مليون فدان كان زمان في سبعينات القرن الماضي كان بيقول والله ده عملين يبنوا في الاراضي الزراعية ويروحوا يعمروا في الارض الرملة وحصل ترياء كتير قوي وجرية كتبت ونكت وحاجات كتب انا عايز اقول لحضرتك لولا الحاجات اللي اتبنت على الارض الرملة لانه بارية والصالحية ووضي النطرون ووضي الملاك والحيطة دي كلها ما كناش لقينا لأكل لان انت عندك من 15 مليون فدان في الدل ت اتقلبوا 3 مليون فدان ويمكن اقل دلوقتي اللي موجود في الارض الحرارية 6 مليون ونصف فدان ايو فالولا الستة والنصف اللي يوم فدان على الثلاثة اللي اتبقوا دولا ما كناش تقلنا لكم كان كيلو الطماطم هيتقل بسر 15 جنيه 17 جنيه 18 جنيه وممكن بالدولار هو يمكن اللي بيتكلم على البناء على الاراضي الزراعية بيتكلم على الاملاك الشخصية والعمرات اللي بتتبني والمباني والارض الزراعية لأ وانا لما كون عندي ارض زراعية وابناها هل أنا من حقيقة ابنيها عشان ملكي لا طبعا ده جاوزات اللي بتحدث يعني الناس كنت بتتكلم على محطة جاوزات أو الجرائم اللي بتحدث لا دي جريمة لو احنا في أي بلد لو أنا مسؤول عن البلد دي واللي يجي يصحر أرض زراعية ده أنا أديله إعدام لو واحد النهاردة جابت رنشاط مجاري ويرميها في النيل أنا أديله إعدام لأن جاب مجاري وعن راسل سقيلة ورمها في النيل لو سنيل نقل أمراض لا حصرة لها أنا أكل الناس ولا عليهم وبالتالي الناس عملين يسقطوا ده على الحكومة الحكومة والحكومة والحكومة لا يا جماعة الحكومة المفروض في أي بلد تانية الناس بتمسك المخالف توصلوا لإسم إنما ما فيش دولة في العالم بيبقى فيها مثلا عسكري لكل مواطن ما فيش لا إفندا أنا مش مع حضرتك في القصة دي الأساس قوانين وبتنفذ على كل وكل يبقى عارف إيه القانون وعارف إن الجزاء حيبقى كبير قوي لو هو خلف القانون لكن كل مواطن يمسك ويمشي هو يفتش لا طبعا تعالي لا معلش معلش سيبيني نظام حضرتك أي بلد بتمشي يا فندي ماشي تعالي مثلا هاتي مجاري كده وفي أمريكا أو فرنسا ورميها في نهر السين وشوفي الناس هتعمل معك هاتي وراء يا فندي ومشي في كندا ورمي ورقة في الشارع سوفي الناس هتعمل معك عايزين نتكلم على الزراع وجيل الشباب والإنترنت ووسائل التكنولوجيا والتقدم اللي حصلت جيل الشباب هيستغلوا إزاي في أن احنا نلاقي الزراع بالعكس المفروض نلاقيها بتتقدم يعني نحو الأحسن نلاقي المزارع بيستخدم الأدوات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة لكن ده لسه مش حاسينه في الزراع مرضود ومش بايا لا والله هو يمكن في المجال يقدر يقول أنه لا ده بدأ محسوس يعني يعني على سبيل المثال أنت النهاردة مواقع السوشيال ميديا زي الفيسبوك وغيره معظم الناس اللي هم في المجال بقى بيبقى فيه مثلا تجمعات أو جروبز للناس اللي هم متخصصين فأي واحد عنده مشكلة مثلا بيقارضها على صفحة معينة وقول والله يا جماعة أنا عندي المشكلة الفلانية ممكن يكون الحل إيه فبيبقى فيه مثلا واحد سطف في الجامعة بيبقى فيه مهند الزراعية عنده خبرة بيدخل وقول والله ده ممكن يكون مرض كذا وهنقدر نعالجه بالمبيد الفلاني أو بالعملية الزراعية الفلانية ده أحد أوجه استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة على سبيل المثال برضو أنه بيبقى فيه مثلا قنوات على اليوتيوب متخصصة برضو بيبقى أحد بيعملها وبيوصل معلومة معينة الإعلام بالقنوات المتخصصة في مجال الزراعة لكن يتبقى مثلا لو أنا عاوز أعمل حاجة بقى زي سيستم متكامل للعملية ده ده موجود في كل الدنيا يعني على سبيل المثال مثلا أحد الطرق الحديثة النهاردة في الري اللي هو بيسموه الري باستخدام معلومات المناخ اللي هو الري الزكي بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا بربط ما بين الدرجات الحرارة وعوامل المناخ المختلفة زي الرطوبة وغيره مع درجة الرطوبة اللي موجودة في الأرض مع احتياجات النبات بيبقى عند جهاز كمبيوتر بيخش عليه الداتا دي بيطلع له توصيات معينة يقول والله أنت المفروض تعمل يعني ده فعلا بينفذ لا هو موجود لكن مش على النطاق المرضي يعني موجود بندرسه في أماكن في مصر مؤسسات في مصر يعني من ناحية النظرية موجود لكن لسه وبيطبق لكن هي المشكلة يعني تستكمال الكلامة الدكتور خالد إحنا أحد المعوقات اللي بتعقنا في استخدام التكنولوجيا دي هي تفتت الحيازات لأن انت النهاردة بيبقى عندي مثلا الفلاح ده عنده لص فدان وده عنده لص فدان ده زرع محصول وده زرع محصول مختلف كان زمان في حاجة اسمها الدورة الزراعية الدورة الزراعية دي كانت بتلزم المكان كله وليكن الحد ده ألف فدان الألف فدان ده يزرعوا كلكم قط شفت يا دكتور بقى يبقى حتى رجعنا إن كل لازم يشتغل تحت مظلة كبيرة تجبره بالضبط زي ما هتعملي فين فهتعمل بس الفكرة دي تفتت الحيازات الزراعية زي ما يقوله الدكتور خلى كل واحد بدل ما بقى عندك مثلا الفين تلات تلاف فدان بقى عندك إراط إراطين تلاتة وحصل فيهم تصحف في حصل فيهم بنا بقىش فيه زراعة بس الدكتور بقى يعني أنا شغلت مستشار في إحدى الشركات الكبيرة هو بيقول هو دارس ده وبيطبقه على نطاق معين ولكن دكتور محمد ده مطبق في بعض المزارع الكبيرة اللي موجودة في مصر يعني عندي فيه مزارع كبيرة الفين وتلات تلاف وعشرين ألف فدان المزارع الكبيرة دي لها برامج جاية من دول تانية بيطبق فيها بس بيطبق فيها عشان يطلع إنتاج معين للتصدير ما ينزلتش سؤال محلي فإحنا عندنا موجود بس بصفة عامة كل الناس لا طيب ده يعني دي نقطة مهمة جدا عايزين نرجع لها بعد التقرير بعد وحضراتكم لي والسادة المشاهدين نشوفوا مع بعض ونرجع نستكمل ونسألك على المنتجات الزراعية اللي بتصدر للخارج هل هي أجود وأكفأ من المنتجات الزراعية اللي احنا بنستهلكها احنا هنا وليه المشكلة دي نرجع بعد التقرير المشكلة عندنا ان احنا ازاي بعندنا اكتفاء ذاتي عشان نقدر نعيش تمام ما نفكرش الاول في التصدير لا احنا نفكر ازاي بعندنا اكتفاء ذاتي نفكر يبقى عندنا اكتفاء ذاتي موضوع بتعطشكم ما خدش وقت كبير في أماكن صحراوية كتير زهير صحراوي كله في الغرب ممكن تستغلوا الشارق هكذا بس انت ازاي توصل المياه وازاي بقى فيه إيد عاملة تقدر توظفها هناك بس بنخسر آلاف الافدينة بتروح في المبان في حين ان لو الدولة فطرت للحكاية دي من بدايتها كانت حافظة على المساحة الزراعية من كنا عندنا مساحة من أجود الأراضي في العالم كانت موجودة في مصر ومعروفة القطن طويل الطيلة والأمح والمعروفة مصر كانت مخزن غلالة على مدار السنين والعصور النهاردة البزور والتقاوي والميكانة برضو قليلين جدا احنا عايزين نزود الميكانة الزراعية بشكل أوفر وبشكل أجدى ان انا انا اطلع بشكل ايرجنت اطلع حاجتي بشكل سريع اول حاجة ممكن تكون قلة الأراضي الزراعية وانا شايف ان دي حاجة بتحصل حتى ممكن عن نيل في ناس بتبني وفي حاجات حصلت مشاكل الوقت اللي فات لازم الجمعية الزراعية ترجع زي مكان الزمان دورها الأول لان هي كانت بيت الفلاح التاني بيكم مشاهدينا مرة تانية بنستكمل حوارنا مع الدكتور خالد عياد والدكتور محمد أحمد عبدالهادي الدكتور خالد الأول نكمل النقطة اللي كنا بنسأل فيها وهو ان احنا بنلاقي المحاصيل اللي بتصدر او موجودة في الخارج محاصيل مصرية لكن اللي بتصدر بتبقى أجود كتير من اللي احنا بنستهلكها احنا كمواطنين ليه الفجوة دي؟ ليه مدام نقدر نعمل المنتج بهذه الكفاءة؟ ليه ما نعملوش كمان لسهلاكنا احنا بنفس الكفاءة؟ بص يا هدريك التصدير في اي حتة في العالم ليه معنى واحد هو ما تبقى عن الاحتياج المحلي للسكان صح؟ صح احنا مش عندنا كده احنا عندنا في مزارع في مزارع بتعدي تلتمئة الف الدان بس انا مش قول قساني مزارع شركة تلتمئة الف الدان ما بينزلش منها جرام للسوق المحلي كله تصدير كله تصدير ولو حصل في بوائي تصدير او مصدروش بيعدموا الحاجات دي ويحاولوا بتسمات انا شفت بعيني شفت بعيني اطنان من البرطقان بجميع انواعه اتعجنت كده واتضربت في الارض عشان تتحاول تسمات طب ليه يا جماعة ما تنزلوا السوق المحلي يقولك لا نخسر نخسر فاذا هذه المزارع معدة للتصدير في بعض المزارع بتنزل بوائي تصدير للسوق وفي بعض المزارع لا المزارع الكبيرة ديت انا بيجيلي مثلا انا هصدى لمن هصدى لسوبر ماركت او سلسلة سوبر ماركت معينة موجودة في اوروبا مش عايز اقول اسمها سلسلة كبيرة معينة معروفة لدولة معينة والعدة الدول او الدولة دي او السوبر ماركت ده بياخد ويوزحها لكل دول دي بليه بليه بيديين انا مقيس يقولي مثلا نسبة الكابريت تكون كذا نسبة ده كون كذا يعني نسبة الاسمدة والمبيدات فالحدود المسموح او تحت الحدود المسموح بها عالميا اي جميل فاذا المصدر اللي بيصرف ملايين يعني المبيد الواحد ممكن يعملوا مثلا خمس ستة مليون مبيد واحد في مرة واحدة فبيصرف ملايين وبيرميها في الارض الرملة فالراجل ده بحط يده على قلبه طول السنة انه لو مصدرش يخسر بلاه وزرقه وبعدين بتتحلل هنا وبعدين تروح تسافر برا تتحلل ياخد عينة بالاطنان لو لقوا فيها المعيار مختلف عن المقييس العالمية ما بترجع لكيش بتتعدم وممكن تتعدم في عرض البحر عارفين ان هما بيتعاملوا مع السيستم فلازم يعملوا شغل في منتهى الجودة في كل تفاصيل جميلة وده باقي بمزر التوزير اه لما بنتطر بنعمله الشغل حلم لا ده مش بنتطر ده انت عارف الموضوع وهتصدر لي مين اي ومقييسه ايه وانت جايب خبرة من برا وجايب خبرة هتطلعوا لك ده انما في المقابل الاراضي والحيازات الصغيرة اللي مفيش ارشاد من وزارة الزراعة لان المرشد هينزل ليه يلف على 3401 ده ممكن المرشد ده بالعجلة بتاعته او بالعربية بتاعته او بالموتسيكل بتاعته لو حيازة كبيرة هيعملها في ساعة انما مع الحيازات الصغيرة ده مش هيقدر يلف ده كله فاذا الارشاد تراجع نتيجة ايه لتفتت الحيازات الزراعية ونتيجة ده ايه نتيجة تفتت الحيازات الزراعية ايه ان الفلاحة النهاردة بيرس مويدات بالهبل يعني بعسوائية التائتل تلك حضريك استاذ مكفحة البيولوجية بمركز البحوث الزراعية يعني من ضمن المهام الاساسية انا بتهيالي ان انتوا تواعوا ومش تواعوا انتوا تراقبوا الناس دي او يبقى فيه جزاء لهم ده يحصل امتا يحصل مثلا لما يجي مثلا دكتور محمد ماسك مثلا حتة زي الموفاية وعمل كردون يقولك مفيش حاجة تنزل السوق غير بختم والختم ده يكون فيه ليه شهادة والشهادة دي على المتبقيات كذا وكذا 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 دي تقدر تحكمها زي غير بسيستم دولة انا بقول حتى لو عملنا ده على مستوى محافظة ونجح ونعممه مفهوم التصدير هيتغير يبقى احنا هناخد يبقى يجي المصدى المسايروح للمزارعة دي هينزل لأي مزارعة وياخد أرخص وبعدين المزارعة نفسها هيكسب بدل ما بيقى كل قوطة بنص جنيه هيبيحها مثلا بتلاتة جنيه والمتبقي اللي نازل للسوق المحلية هيبرخيص جدا جدا لان المعروض كتير والطلب مش هيبه بالكمية دي طيب دكتور محمد أحمد عبدالهيش دايما احنا بنبص للجيل الشباب اللي هو المستقبل هو اللي هيحل المشاكل اللي احنا عادنا فيها سنين يعني انا قلت عشرين سنة الدكتور خالد قال لا ستين سنة يعني احنا معنا كلامه ان احنا بقلنا جيل وراجيل يعني زي ما بنقول احنا بنعلم نفس المشاكل وعارفينها ومش عارفين من اللي قالها حل وحضرتك قررت جملة كبيرة كتير كتير جدا اللي هي الحيازات الفردية واضح ان دي بسبب مشاكل فايه يعني الحلول اقول لحريك على حاجة احنا اللي بينقصنا جديد التنفيذ بمعنى ايه يعني بعض المشاكل اللي كانت بالنسبة لنا بتسبب أزمات كبيرة قوي كان الناس المتخصصين لما بيعدوا في اجتماعات علمية أو في مؤتمرات كانوا بيقولوا حلول تمام بيقولوا هي ملهاش حل غير كده يعني هضرب لحريك مثال بسيط قوي موضوع رغيف العيش من مثلا من سبع تمن سنين رغيف العيش ده بالنسبة لنا كلنا أزمة كانش فيه حد بيعرف يجيب رغيف عيش من اللي هو المدعم ده تمام فاللي حصل ايه احنا كمثلا ناس بنحضر ندوات أو بنحضر مؤتمرات كان الحلول اللي هي الطبقة دي بتتقال الناس المتخصين يقولوا اه لازم تعمل سيستم بالطريقة الفلانية عشان تقدر تظبط عملية بتاع الفرن ما يبقاش الدقيق وان الدعم يوصل للمستحق تمام لكن كان اللي موجود أو متخز القرار ما بيقدرش أو ما عندوش الجدية في التنفيذ للحكاية دي لما جاء حد وخد أكشن وتجرأ وحل الأزمة من أساسها أصبحنا النهاردة المشكلة انتهت برضو في المجال الزراعي احنا عندنا حلول والحلول دي هتلاقيها موجودة في وزارة الزراعة والحلول دي بحطوطة من سنين فاتت وحسن فيها تراكم وفي الجامعات وفي رؤية 20-30 في القطاع الزراعي لو حد مسك المرجع اللي هم عامنين أو المجال الدوارة هلأ حلول هي الفكرة دعال احنا مش عاوزين نحط حلول من أوله جديد احنا عاوزين نطبق الحلول الموجود يعني هضرب لحديك مثال بسيط أول احنا النهاردة مثلا منتكلم على الجامعيات الزراعية والتعاونيات والكلام ده التعاونيات والجامعات الزراعية دي المفروض من ده كان فكر اشتراكي اللي هو كان فترة الستينات والفترة دي تمام هل احنا النهاردة كدولة واخديم نفس الاتجاه ما زلنا لا احنا النهاردة بنقول حتى في الدستور موجودة كده ان النظام في مصر اللي هو الرأسمالي الحر تمام وانه فيه تنافسية يبقى انا ازاي اكون توجهي النهاردة في 2018 كده وعندي قوانين موجودة من الفترة دي اللي هي بتاع الخمسينات والستينات يبقى انا النهاردة لازم انا شوف الاوضاع دي وابدأ انافز الحلول اللي هي موجودة انا بقول تاني احنا لا ينقصنا ان احنا نقعد نقترح حلول من اول وجديد انا كان ليا تجربة ان بعض المشاكل كان بيتقلي مثلا اقول رأيك فيها اه ممكن يكون ايه فطيب هاتوا الحاجات اللي موجودة ونقدر نستخلص منها الحلول ليه فعلا ان كل المشاكل محتوط لها حلول سواء من خلال اللي كان مسك المنصب او من خلال بعض الناس اللي هم مخلصين للبلد وبيشوف والله انا عندي رأي فحاول وصلوا للمسؤول بطريقة ما لعل ان يجي مسؤول ينفذ الكلام ده فترقمت الحاجات دي الكلام دي هتلاقي في وزارة الزراعة هتلاقي في وزارة الاسكان هتلاقي في كل يعني احنا عندنا الحلول كلها على فكرة مش في مجال الزراعة بس في كل المجالات احنا عندنا كم من الابحاث وعندنا كل الحلول لكل حاجة والعقول عندنا موجودة موجودة ودلها كده انها برق 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 لبين توفرناها المناح بتنجح زراعة الرز ببعض الاماكن وزراعة الامح لانه اللي اتنين دولة طبعا دكتور محمد ده بتاع محاصيل فهو يعني ايه استاذنا او استاذي في النقطة دي لانه هو محاصيل يعني اه بتستهلك ماء كتير جميل كده لانه سد النهضة اثر علينا باسلوب ما قبل طبعا الحل وحاجة ازا كده انا معاه في المقابل في دكتور دكتور سعيد سليمان اه دكتور سعيد سليمان جاي في جامعة الزادي وراجل ده مشكور مشكور عمل امح يتزرع بالطنقيد امح ورز عرابي وامح عرابي يتزرع بالطنقيد لما تيجي ده وزارة الزراعة لا يا جماعة احنا مش هلتعون معك تيجي بقى سادزة معاه في كلية الزراعة وفي جامعة الزادي وفي جامعة التانية يقولك لا 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 ده عرابي ده ايه كلام ليه جماعة ما فيه حقول ارشادية وتعاملت وزال فول انا دعيته في مؤتمر من المؤتمرات اسمه اعلاقة البحث العلمي بالزراعة وكان الدكتور محمد بس كان وقته عنده محضرات وبتاعه كانت شرفنا في الموضوع وقالت له تعالى قال له الله ده انا عندي سفريات وحاجات زاكرة عايزين نهائش الموضوع انت عملت الموضوع ده زراعة الرز وزراعة امحة بالطمئيط وده فوق اللوجيك كان الرد الدكتور برضو انا دعيتهم معي عشان حط الاتنين قصاد بعض محدش جي قالوا لا 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 الرز ده اللي هو زرعه بتاعه الرابي ده ده بيصاب باللفح بيصاب باللفح طب يا جماعة طب تعالوا يا وزارة الزراعة هاتوا الرز وعملوا عليه تجارب ونشوفوا هل بيصاب باللفحة ولا ما بيصابش ولو بيصاب باللفحة تعالوا نعمل تاني اصناف تانية بتقبض رد الله فاللفحة ده مرض مرض فطر يعني اي ده ما حصلش اذا ما فيش تعاون ولكن على المستوى التجاري فيه حقول ارشادية عملت واتباع منه اي وناس شكرت فيه ده ده جميل جدا اذا ما فيش حلقة تعاون وزارة الزراعة قالت لا احنا عندنا المزارع بتاعتنا والاصناف بتاعتنا ومش عارف ايه مش عايزين نتعاون مع اي جامعة تانية وهو نزل بنفسه عمل الحاجات وبتاعه حتى لو فيه عيوب وفيه كذا احنا ممكن نتعاون نتعاون بالضبط نتعاون على العلاق الجامعة في وادي وزارة الزراعة عندها طبعا وزارة الزراعة عندها فلوس لان هي صاحبة المشاريع اي والجامعة ما عندهاش مشاريع برضو بلائي ناس عايزين يعملوا شغل ما فيهاش فلوس زورة الزراعة طبع جامعة ما تيجي نعمل تعاون بيننا انما ييجي واحد يقولك لا 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 احنا جامعة وانتوا معاحد احنا جامعة وانحنا مركز احنا اسادزة وانتوا لا كل واحد بيشتغل منفصل انما هي المسألة بالضبط احنا الاتنين يا جماعة نكمل بعض بنشتغل في ساينس بنشتغل في علم لازم نتعاون الانفصال بيننا لا ما عندناش الوعي الجامعي ان انا بشتغل عشان مصر عشان بلدي عشان محصول الرز والسلعة الاستراتيجية امح ورز عايز الحقيقة احنا نشتغل في البيزنس ازاي لما اكون عندي مصروع مثلا كنا في الوزارة يجي لي بتاع الجامعة يشتغل في المصروع المصروع خلص ما ملاقوهوش صح يا دكتور محمد يعني فيه وفيه برضو مش عايزين نعمل لازم اخلق الاحتياج او الجو العلمي اللي يجعلني انا عايز اتعاون معك ده مش موجود ده مش موجود دلأسف نخلقه ازاي حبيب تقول لازم نخلق الجو العلمي اللي يخليني ايه اللي حيخليه عايزة تعاون معي لازم اعمل البحث العلمي ولازم يكون في بص حضرتك في حوافز ايه هو الحوافز ايه ان انا الغي المشاريع الفردية تماما من الوزارة هذا المصروع تبا فيه هيئة للمشاريع كبيرة فيها بتاع الجامعة وفيها بتاع المراكز ودبال حضرتك وتوزى على الاقسام ولازم كل قسم يشتغل او يعمل البحث ده او المشروع ده بالاشتراك مع زميله اللي في الجامعات المختلفة بكده انا النهاردة لما يبقى واحد ما بيشتغلش ولا مشتغلش ليه انت تاخد حوافز او انت تعال اشتغل معايا وروح له فلان هيحصل فيه انتشار تمام جو هذا الجو الغد دلوقتي مش موجود ولو بيتعامل برضو بيتحول لطريقة ونرجع تاني لنقطة سفر اي الزراعة بالذات غير الطب غير الهندسة غير حاجة هو عمل جماعي اللي يقولك انه الزراعة عمل فردي يعني مثلا بيشتغل مثلا تخصص الدقيق بتاعي سبايدر مثلا او مكافحة بيولوجياية انا اقول اه اكتشفت نوع مثلا افا جديدة اكاروس جديد بمواصفات معينة نوع جديد نوع جديد ما يهم مش اوي غير المتخصصين اوي اي انت فاهم حضرتك كي حاجات كده يعني انما الشغل العام لا لازم اشترك فيه مش هنبدأ طول عمرنا ننصر ابحاث تقليدية ونذكرها مثلا لازم تكون اسكوباس ومجلة بتاعها فاكتور ده ما يهم التفاصيل العلمية والاكتشافات العلمية دي بتهم النخبة احنا نذكرت علوم احنا لازم تكون ابحاثنا في مجلات مصرية وتهم الشأن المصري اي ده خصوصا ايه بقى اللي هما مركز بحظ رعاية ممكن بتاع الجامعة عايز ينشر دولي ينشر براحته انما انا كمركز او كوزارة الزراعة لازم يكون ابحاثي تطبيقية تطبيقية محلية محلية الصنع يشترك معايا بتاع الجامعة لان بتاع الجامعة يهمه انه يعمل حاجات تقليدية يجيب مثلا نسبة الكربول لو زادت هنا نسبة مش عارف اي الديني محصول كذا يبقى مقاوف كذا يعمل الاحاثي براحته والاخر يتكتف معايا في الشغل التطبيقي انما للأسف كلنا بنشتغل شغل اكاديم بدعوكم ان احنا نخرج لفاصل نتابعه والسادة مشاهدين يتابعوه معنا وبعد كده نستكمل حوار بحث العلم ده لازم البلد تهتمي بي جدا ولازم يبقى لي يعني لي وزنه في البلد لان اي بلد متقدمة لازم بتقوم على الابحاث العلمية ولازم احنا كمواطنين نهتمي بكده هي مجموعة مشاكل بتقابل طبعا البحث العلمي في قطاع الزراعة اللي هو مشاكل التمويل التمويل الحاجات اللي هي الخاصة بالمنظومة الزراعية نفسها احدث الاجهزة واحدث المعامل اللازم تكون موجودة عشان تشجع الباحث انا ادواتي دماغي شغالة بس الادوات اللي قدامي مش مساعداني مش عارفة اخترع طبعا فيه المعامل الفلوس الى الخبرة اللي مفروض تستمد من الخارج زي ما بيحصل والله ممكن تكون مثلا قلة الموارد وتمثلة مثلا في المبالغ المادية اللي بتصرف عليها المفروض الدولة توفر جميع الاجهزة اللازمة للمستلزمات الزراعية علشان نقدر نخطو خطوة جديدة نرجع للماضي الادواتي اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية بنستكمل حوارنا ونستكمل حلقتنا يعني ليه حضرتك ممثل الجيل الشباب معنا هنا في الحلقة بتسألك سؤال مباشر ليه انت في مجال الزراعة وعندك العلم ده وعندك تعاون الجيل اللي هو المفروض اكثر خبرة واقدم ليه ما تقولش لا انا لحق احد السفر ليه دايما كل واحد منتظر المنقذ اللي حيجي بعد تمام هو حريك لا هو محدش منتظر هي الفكرة ان البحث العلمي شغل جماعي يعني فعلا زي ما قال دكتور خالد كده ما فيش واحد يقدر يتصدى المشكلة لوحده ويقدر يحلها وعيد فلوس تمام بره بيبقى انظام مؤسسات يعني المعهد الفلاني واخد على عاطقه ان هو يحل المشكلة الفلانية كل الفريق البحثي اللي موجود فيه بيشتغل على الحتة دي وكل واحد بيجي يكمل حتة ويبني طوبة في الجزئية دي لحد ما يوصل في الآخر للحل النهائي للمشكلة انا هنا بس يعني بأكد على حاجة ان احنا الموضوع عندنا ماهوش سايق بدرجة كبيرة ولا حاجة لا احنا بالعكس احنا عندنا نجاحات كبيرة جدا في المجال الزراع عشان ما نبخس الناس حقهم لان فيه ناس اشتغلت سنين كتير قوي وحلت مشاكل وطلعت أصناف بمنسبة ذكرنا لمحصول الرز اقول ان انا الدولة الاولى على مستوى العالم في انتاجية وحدة المساحة من الرز يعني الفداني عندي بيديني مثلا خمسة طن برا في الدول اللي هي لما شوف مثلا دولة زي اليابان اللي هي مشهورين جدا بالرز ما بيوصلوش للانتاجية دي القصب تقريبا بل بيوصل أعلى انتاجية على مستوى العالم لوحدة المساحة مش كمية الانتاج لا يعني لو خدت مقارنة الفدان هنا انتاجه ايه بالفدان عندهم انتاجه ايه وإيه سعى لحضيك على كده في الدورة وقدين تصنيف كويس في القمح طيب ايه مشكلتنا احنا مشكلتنا احنا حلينا مشاكل فإذا احنا قادرين نحل غيرها واخد بالحضرية ازاي انا لما اجا قرر انتاجية الفدان في محصول زي القمح النهاردة ولا الدورة مقارنة ب15-20 سنة فات ولا فرق كبير يعني احنا لو ما كانتش الزيادة دي حصلت احنا كنا بدل ما بنستورد مثلا 60% من القمح كنا نستورد اكتر من 70% يعني احنا بنستورد 40% عندنا اكتفاق 60 كنا هنستورد الى عكس بقى كنا نستورد 60% ويبقى عندنا اكتفاق 40% لان احنا ما عندناش احنا الاراضي تأكلت احنا ما عندناش مساحة لا زودنا يا دكتور الستة مليون ونص فدان يتعاملوا في الصحراء ده ما دي تزويد لو دون لو ما تعملوش هل الانتاجية بدأ بتاعكم يا فندم اي طبع اراضي المستصلحة بقى لها 30 سنة يا فندم دي المناطق زي طريق اسكندرية السحراء وكان نشوفها عراك لو مش انت عليك من فترة كان عامل ازاي دلوقتي بقى عامل وفي النبرية وفي الصلحية لها قالوا 30 سنة من زمان فاحنا بنقول ان فيه نجاحات تمت تمام طيب انت حريك بتسأله سؤال بتقول ليه يعني المشاكل دي ما بتلاقيش اللي بيتصدى ليه فاحنا بنتكلم دلوقتي ان العمل عبارة عن عمل فريق انا ممكن اتوصل لحلول لكن مين اللي يقدر ياخد الحل بتاعي ده ويوصله للمستهلك النهائي او يقدر يوصله للمزارع اللي هو اللي يخصينا احنا في المجال بتاعنا هنا دي حالة مفقودة برا البحث العلمي مخصص بحل مشاكل المجتمع احنا حطينا قدين عموما على كتير يعني قليل من كتير قليل اهو طبعا قوي من كتير تفاصيل كتير جدا بس حالة مستوامهاش للأسف سعداء بلقاء الدكتور خالد عياد والدكتور محمد احمد عبدالهادي شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم سعداء ايضا بلقاء مشاهدينا ولقاءنا ان شاء الله ده الأسبوع القادم في نفس معدنا وحلقة جديدة من لقاء الأجياء